حاليا نقدر نقول إن فرنسا بتنهار فعليا وكلها أيام إن شاء الله واحتمال كبير جدا إن فرنسا تغلق تماما ويتم إعلان حظر شامل فيها يطرى بسبب إيه؟ وإعلاقتنا إحنا بالأمر ده تابعوا الفيديو عشان تعرفه لو مهتم محتوى القناة اعمل اشتراك وفعل جرس وقت التعليل لو عندك ولو عايز تدعمنا رابط البتريون أسفل الفيديو أول ما بدأنا حملة المقاطعة كان فيه ناس محبطة بتقولك ملهاش لازم حكاية المقاطعة دي وإن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم مش كده وإن المنتجات دي مش هتتضر في أي شيء يا أخي أم الهم ما بيبيوا عندنا ليه؟ من باب الشفقة مثلا يعني من باب إن إحنا شعوب غلبانة وبيدونا حاجة لله بيبيعوا عندنا عشان يكسبوا مش محتاجة فتاكة يعني ينفع بقى هم يكسبوا بفلوسنا ويشتموا نبينا وينشروا صور موسيقى ليه؟ تعالوا نشوف أول فمار المقاطعة وزارة الخارجية الفرنسية طلعت بيان أول مبارح وحذرت فيه من استمرار المقاطعة دي والبيان نشروا CNN تحت عنوان باريس دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية لا طائلة لها وماكرون لن نتراجع والخبر بيقول اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد أن دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية في العديد من الدول بالشرق الأوسط لا طائلة منها فيما أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أنه لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا وذلك بعد تأييده نشر رسوم كاروكاترية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله وكأنه بيقول للمسلمين أنتو بالنسبالي لا شيء وأنا ما يهمينيش حاجة فهم بالنسبالي حشرات ودي نظرة طبيعية بتاعة الفرنسي لأي حد غير فرنسي وهستمر في الرسوم المسيئة وده فعلا لسان حاله وقالت الخارجية الفرنسية في بيان أنه في العديد من دول الشرق الأوسط تطورت الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية إن شاء الله مستمرين وخاصة المنتجات الغذائية في الأيام الأخيرة بالإضافة إلى دعوات أكثر عمومية للتظاهر ضد فرنسا بعبارات كراهية في بعض الأحيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعبعت الخارجية الفرنسية بالقول نتيجة لذلك في أن دعوات المقاطعة لا طائلة من ورائها ويجب أن تتوقف على الفور وكأنهم بيؤمروا والله ويجب أن تتوقف على الفور اللي هو وقف ده بسرعة لا مش هنوقف حضرتك والله إحنا واحد بيستهزئ بالنبي محمد فإحنا هنأطعب معلنا وكذلك كل الهجمات الموجهة ضد بلدنا والتي تستغل لها أقلية متطرفة متطرفة عشان بيحبوا دينهم هنضع الموضوع ده في الآن الفكرة أن كلام وزارة الخارجية الفرنسية رغم أنه يدل على عنجهية فرنسية معروفة من زمان ضد أي حد غيرهم لكنه برضو بيؤكد أن المقاطعة وصلت لهم وأفرت عليهم والموضوع كان لي صدى بفضل الله سبحانه وتعالى عايز أقول لكم معلومة سريعة أن فرنسا بلد الحرية والجمال والحلاوة كلها فيها 30 قناة تلفزيونية فيهم قناتين تقريبا بس إخباريتين يعني قناتين أخبار بس القناة الثالثة فيهم عرضت الصور اللي عرضناها في الحلقة اللي فاتت بتاعت مقاطعة المنتجات الفرنسية اللي حصلت في بعض الدول العربية في الماركتس الكبيرة اللي فيها وجامعات تعونية حبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقطع اللولة أهمية الأمر واخترتوا عليهم ما كانوش أصلا بصوا لينا الموضوع ده جيف وقته السليم زي ما بيقوله لولة أن الدولة داخليا بتنهار اللي هي فرنسا لأن مبارح بس كان فيها أكتر من خمسين ألف إصابة بكرونا والحقيقة أن تأثير المقاطعة في الوقت ده كبيرة جدا لدرجة أن المواقع الفرنسية عما لا تنشر أن ما فيش معادة للمسلمين في فرنسا وأن فرنسا فيها حريات وأن ماكرون لم يقصد الإساءة وكلام من هذا القبيل في حين أنه هو آيل صراحة إحنا هننشر الصور اللي بتستاذق بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى زي ما فيش عادة مع المسلمين فمثلا عندك موقع قناة بي اف ام التلفزيونية الفرنسية فبيقول على لسان وزير الثقافة الفرنسية أن رسوم الكاركاتورية والتجديف مسموح به في فرنسا طيب والتجديف ده اللي هو الاستهزاء بالمقدسات الدينية ما علينا هننضي برضو عليه ونقل على لسانها أيضا أن الرئيس ماكرون لم يحمل أي خطاب معادل للإسلام والمسلمين فالمسلمون جزء من مجتمع الجمهورية اللي هو الفرنسية لذلك لا توجد مشكلة في هذا الموضوع خلونا بس نقول صراحة أنا شخصيا بأدعو للناس للاستمرار في المقاطعة ومش هنتوقف عنها احنا مش هنموت أصلا لو ماستخدمناش حتى تجيبنا بتاعة فرنسا ولا حتى الأجهزة الكاربية ولا حتى هنموت لو بطلنا نشتري العربية الفرنسية كله لي بدائل وحتى لو ما فيش بدائل وحتى لو واقف عليه حياتنا فنسأل الله أن يتقبل مننا هذا الأمر وأن يعيننا عليه رحم الله الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يموتون دفاعا عنهم وفي تصريح لموقع لزوكوز الفرنسي أكد على لسان وزير التجارة الخارجية إن المقاطعة لها تأثير لكن تحديد حجمها بالضبط هيوضح مع الوقت فقال بحسب الموقع فرانك ريستر مساء الأحد بيقول إنه على اتصال دائم مع الشركات الفرنسية المعنية بمقاطعة صناعة المواد الغذائية أنه أضاف ما زلنا نراقب التطور في الأيام القادمة ولدى سؤاله عن النتائج الأولى للدعوة إلى المقاطعة أجابة هناك أفار لكن تحديدها كم مبكرا للغاية يعني مش هنقدر نحدد كم هذه الخسائر دلوقتي لأن الوقت ده مبكر فأنا أتمنى أن محدش يكلمنا على أن الأمر ده مش هيجيب نتيجة لازم تعرف أنه هيجيب نتيجة ونتيجة كبيرة كمان أهم حاجة أن الناس تستمر في الوضع ده والمقاطعة إن شاء الله هتفضل مستمر وعشان نأكد لكم تأثرها عليهم وأنها فعلا وصلت لهم وواجعتهم طلع علينا رئيس جمعية ميديف ودي منظمة لأصحاب الأعمال في فرنسا مجموعة مستثمرين والمستثمرين دول عندهم أو رؤساء لشركات فرنسية وده طبعا رئيسهم فبيطالب أصحاب الشركات دي بعدم التنازل عن مبادئهم وأنهم لا يخضعوا لابتزاز بعض دول الشرق الأوسط بسبب المقاطعة اللي بدأت أو ما كملتش أسبوع يعني من دلوقت بيلطموا على وشهم ومش عارفين يعملوا إيه وبيحاولوا يسندوا بعض والخبر تحت عنوان المقاطعة في الشرق الأوسط رئيس ميديف يدعو الشركات الفرنسية إلى مقاومة الابتزاز والخبر بيقوله وفي هذا السياق دع جيف رو بيزيو رئيس منظمة ميديف الشركات الفرنسية إلى مقاومة ابتزاز مقاطعة المنتجات الفرنسية في الشرق الأوسط وعند سئله في راديو RMC شعر رئيس الرؤساء اللي هو نفس الشخص أنه من الضرور لوضع مبادئنا قبل إمكانية تطوير أعمالنا ده اسمه لطن أو بكاء مش عارف يعني هل في لفظة تاني ممكن يؤدي نفس المعنى ولا لا الكلام ده دليل على أن رجال الأعمال اللي احنا بنقطعهم رادين عن ماكرون واللي بيعملوا ماكرون ضد الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم فاكرين أنهم هيسيبوا دينا ونبينا واحنا هنفضل ناكل ونشرب من منتجاتهم أو حتى نستخدمها وشايفين أن مجرد اعتراضنا على سب دينا بالمقطعة دي أن ده كده ابتزاز ابتزاز عشان بتحب نبيك ومش رادي الاستئزاء به وإيه هي المبادئ اللي انت بتدعو للتمسك بها نيف سفهم هل سبهم واستئزاهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ده مبادئ ده هل سب الأديان الأخرى ده مبادئ طب يا خفيف الظل هل تستطيع التقليل من الهولوكوست أو اليهود أو الشواز ولا عشان الموضوع فيه مسلمين فمش فارق معاكم وبتتكلموا بقلب جامل والله يتخافوا وما تقدروا لأنكم ساعتها هتواجهوا مقاطعة وحرب اقتصادية وده اللي احنا بنعمله معاكم استحالة تقدروا تستهزاؤوا بيهم لكن احنا ان شاء الله هنستمر في المقاطعة بأمر الله في مواقف كتيرة أول في الفترة اللي احنا فيها دي ولو الوقت يسمح كنا هننشر حاجات كتيرة لكن هنختار ثلاث مواقف فقط من المواقف دي أول حاجة تعامل غير المسلمين ضد الإسلام يعني إلصاق تهمة معينة بكل المسلمين لأن فيه واحد من المسلمين عمل حاجة مثلا قتل سرق أو غيره فبيتهموا غير المسلمين بالعمل ده وده موقع ألماني وكان فيه جزء كده بيرصد حالات قتل ضد المسلمين بسبب البقر البقر اللي هي البقرة يعني ضرب مسلم في الهند حتى الموت اتهمه هندوسي بذبح بقرة فبيقول الخبر قالت الشرطة الهندية أن حشودا هندوسية ضربت مسلما حتى الموت بعد اتهامه بذبح بقرة ويقدس الهندوس البقر ومن الممنوع أكل لحمها بمعظم ولايات الهند وفي العامين الآخرين قتل أكثر من 12 هنديا مسلما بشبهة أكل أو تهريب بقر فتخيل 12 مسلم يتقتلوا عشان كلوا لحمة أو بقوا بقرة ورغم كده مفيش دولة زي فرنسا وصفتهم بالإرهابيين لكن لو مسلم قتل شخص أساء للنبي ونشر صور كاريكاتير اللي الاستهزاء به يقولوا على كل المسلمين إرهابيين ويعملوا قوانين لمحاربة الإسلام كمان يعني 12 مسلم اتقتلوا عشان بحسب وجهة نظر الهندوس أساءوا للإله اللي بيعبدوه مع أن ده شيء هم الفرنسيين نفسهم بيعملوه طيب ولما حد يسيق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقطع لا بقى احنا كده إرهابيين ده كان أول موقف تاني موقف هو موقف أرنود فان دورن اللي كان نائب رئيس حزب هولندي يعتبر من أشد الأحزاب اليمينية المتطرفة ضد الإسلام وكان عمل فيلم اسمه فتنة وده كان بيسيق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعدها فترة صغيرة جدا أعلن إسلامه وتبرق من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الآن عضو في كذا جمعية إسلامية الجميل بقى في الموضوع إيه إن الشخص ده واللي كان بيسيق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من كم سنة هو نفسه دلوقتي بيدافع عن الإسلام وبينشر دعوات المقطعة في صفحته بعد أن أشهر إسلامه طبعا سبحان الله الله سبحانه وتعالى بينصر الدين في الأزمات بطريقة لا توصف الله سبحانه وتعالى يقول فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ده كان موقف الثاني تعالوا نشوف الموقف الثالث وحصل في فرنسا اللي بتسع من حريات الدينية دائما بالضبط تم الاعتداء على اثنين مسلمات في باريس واحدة منهم عملت عملية بسبب فقب في الرئة بتاعتها وضربوها ست طعنات والتانية برضو خضعت للعلاج ورغم كده المحكمة وجهت ليهم للشخصين اللي عملوا كده تهمت الاعتداء مش تهمت محاولة القتل والخبر نشر في دويتش فيلا الألمانية تحت عنوان فرنسا توجيه التهمات لسيدتين على خلفية مهاجمة وطعن مسلمتين والخبر بيقول رغم مطالبة محامة ضحيتين بتهم أشد للمتهمين وجهت السلطات الفرنسية تهمتين الاعتداء والإهانات العنصرية لامرأتين يشتبه بطعنهما محجبتين قرب بورج إيفل ومحاولة نزع حجابهما في حادثة رفعت من منسوب التوتر في فرنسا ورغم الكلام اللي حصل ده واعتداء على المسلمات لكن ما شفناش مكرون راح ليهم في المستشفى أو الحكومة نزلت بيان مثلا تشجب فيه الإرهاب ده ولا تهموا الاتنين اللي حاولوا يعتلوا المسلماتين دول بالإرهاب وعملوا رسوم كاركاترية بتسخر من دينهم من باب الحريات اللي هم بيعموها دول تلت مواقف بيعرفونا إن الحق هينتصر وإن الغرب بيتعامل مع الإسلام بازدواجية دي مش محتاجة في صالح وأخيرا أدعوكم بالاستمرار في المقطعة ودي أقل أقل شيء ممكن نعمله نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة لدينك على الأقل تقول لله إنك عملت حكا حتى لو بسيطة الإسلام قضية كبيرة وهتكسب هتكسب واشتراكك في القضية دي راجع ليك أنت بس كده كده الإسلام هنتصر اشتراكك ده عشان تكسب نفسك قاطع هذه المنتجات نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأكد إنك لما تقاطع هتحس إن لسه فيك خير حتى لو زنوبك كتير أتمنى يا رب تتابعوا القناة دايما وتعملوا اشتراك وتفعيلوا الجرس وكتب تعليق لو عندك ولو عايزت تعبنا رابط البتريون أسفل فيديو أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته